قال للرب قاية ما من انسهاش كن لي ضامنا انت اضمن بقى ان بكرة ما عانيش زي ما عانيت الوقت شافتني بس ممكن المرض يعود مرة اخرى رب قال للمرأة انت صحيحة معناها يعني المرض مش هيجيلك تاني انا عايز ضمان الائي للمستقبل فصلى عن احتياج لان الشيطان بيخوفوا بقولوا ايش ضمنك ان بكرة ما ترجعش تاني فصلى وقال كن لي ضامنا لان انا في الفترة اللي عيد فيها الاسد المرض كان بيهشم جميع عظامي كنت بس لخلو السوق مش عايز اعود الى من حقك تطالب الرب في كده مريد بمرحلة صعبة تقول لي اي رب مش عايز المراحل الصعبة دي اعمل زي حزاقية وقل الرب كن لي ضامنا رب يضمن بكرة وحتى احد القابل رب يسوع ضامن تحقيق بنود العهد الجديد والضامن بيقولك ايه بند العهد الجديد ان اكون لهم الهان وهم يكونون لي شعبا يعنينا مسؤول عنهم وعن كل امورهم ومش متروكين للصدفة ولا ظروف يصنح الشيطان افرح انت في العهد الجديد وان مين ضامن العهد الجديد تتحقيق ماك انت انت بتدرش ان من حاجة لكن احد القابل رب يسوع العظيمة في الرسالة الى العبرانيين ضامن العهد الجديد طيب تخدم الرب رب يضمن استمرارك في الخدمة رب يضمن نجاحك في الخدمة وتبتخدم الرب مين اللي يضمن شخصيتك يبقى تقع مين اللي هيضمن ان انت شايف في ذاتك انك ضعيف لكن شايف النعمة اللي بسببها بيت بتخدم هو الضامن ومهما يعني يقولك هبات الرب بلا ندامة يعني رب مغلطش لما اختارك خادم لي ثق في الرب وثق في الرب انه يضمن ان تستمر الى النهاية بتخدم الرب بامانة بتخدم الرب بالروح بتخدم الرب فيما شئت الرب مقادل بالروح القلس ترجمة نانسي قنقر